أهلا بكم منذ أيام وبلادنا تشهد موجة حر غير مسبوقة درجات الحرارة بلغت في بعض الأقاليم 47 درجة مئوية هذا وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية انخفاضا نسبيا لدرجات الحرارة ابتداء من يوم الجمعة وستحتمل مزيد من الارتفاع في بعض الأقاليم خلال الأيام المقبلة تفاصيل أوفافي روبرتاج عبد الرحيم بحديوي بتحرير محمد زاهد قيض وحر هو مثل صيف قد لا يتكرر وبلغة أهل الأرصاد الجوية هو موسم استثنائي تطبعه موجات الحرارة الشديدة بعد ارتفاع المعدل الشهري بخمس إلى عشر درجات مئوية في العديد من المناطق في وقت تتوقع فيه مديرية الأرصاد الجوية انخفاضا ملموسا في درجة الحرارة خلال الأسبوع القادم إذن ستعرف درجة الحرارة انخفاض ملموس ابتداء من يوم الاثنين القادم حيث سنعود إلى درجة الحرارة الاعتيادية بالنسبة للشهر أوت في معظم مناطق البلد هذه الظاهرة وإن كانت مرتبطة بنعكاس أثار التغيرات المناخية فهي تثير لدى المواطن عدة تساؤلات حول مدى استمرارها خلال قادم الأيام هذه الموجات للحرارة ستستمر في المناطق الداخلية إلى غاية يوم الخامس إن شاء الله بعد ذلك هذه المناطق ستعرف انخفاض طفيف درجات الحرارة بينما في المناطق الجنوبية والجنوب الشرقي للبلاد ستستمر درجات الحرارة المرتفعة إلى غاية يوم السبت وفي ذل توقع استمرار هذه الموجات الحارة ولتفادي الأضرار ناجمة عن ارتفاع الحرارة في فصل الصيف ينصح بعدم التعرض المباشر لأشعات الشمس خصوصا وقت الذروى والإكثار من شرب السبت